شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وأشار مدبولي إلى استهداف الدولة الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال عامين أو ثلاثة أعوام وضبط الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة تشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمال الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية للدولة وبالتالي إحنا حطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه أن نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمال الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% في خلال العامين ثلاثة القادمين العمل على حد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة ترجمة نانسي قنقر